والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لاهاي زيد تايم الباحث السياسي وأمين سر حركة فتحة بهولندا مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية بداية هل يضيق قرار محكمة العدل الدولية الخناقة على بايدن؟ أسعد الله صباحك تحية لكي ولفضائيتكم محترمي ولجمهوركم الكريم الرحمة للشهداء والحرية لأسرى والشفاء للجرحة أكيد سيدتي ما حصل من فترة قريبة جدا من قرار محكمة العدل الدولية وسيتبعه قرار أنا على ثقة خلال أيام قليلة قادمة محكمة الجيناي الدولية يضيق إخناق على بايدن أكيد لأن الوقت الآن قصير جدا خصوص الانتخابات الأمريكية والحراك الموجود الطلابي والشارع بشكل عام يغلي من أجل أن يقدموا ويقولوا للأمريكان يجب عليكم أن تتخذوا قرارا قانونيا يتماشى ويتوافق مع القانون الدولي لا يبقى العماء السياسي والدعم الغير مسبوك لهذا الاحتلال الظالم الجاثم على أرض فلسطين الحبيبة وعلى غلزي وأن يمارس هذا الاحتلال كل أشكال الإرهاب وكل أشكال حرب الإبادي الذي نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة أحرجت كل حلفائهم الذين يدافعون عنهم بطريقة غير مسبوقة حتى بريطانيا حتى ألمانيا اليوم خلال الفترة الخريبة سيكون اجتماع في الاتحاد الأوروبي ويتخذوا قرارا بخصوص تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الذي سيذهب أصلا إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ قرار للتطبيق لأنه أنت تعلمي سيدتي أن محكمة العدل هي أعلى السلطة القضائية ويجب آلية التنفيذ القرار ملزم ولكن آلية التنفيذ يجب أن تكون بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي ولكن سيد زيد لدينا مشكلة هنا وهي الفيتو الأمريكي بس أنا هذا اللي بدي أحكي لك فيه من سبب الفيتو الأمريكي إذا أخذت أمريكا حق نقد الفيتو بخصوص هذا القرار بالتحديد هذا يعني قانونيا وأخلاقيا أن أمريكا تعارض القانون الدولي وتذهب مع العلم أن القضاء هم 15 قاضي صفوة قضاة العالم صفوة قضاة العالم وهذا أعلى سلطة قضائية في كل يعني يمثل أمم المتحدة على سبيل المثال ويمثل مجلس الأمن ويمثل العالم قانونيا وقضائيا إذا عارضت أمريكا هذا القرار مع العلم أنها وافقت على قرارات سابقة كانت أقل قرارا من هذا الموضوع أقل قرارا من حرب إبادي وشكلت خوة فلذلك إذا بتلاحظه في القرار ما تبع القرار وراءه مباشرة طلبت جنوب أفريقيا مشكورة بأن تشكل لجنة التحقيق من أجل الدخول إلى غزة والضفة وخصوصا غزة من أجل التحقيق بعض القضايا الذي تحدث بها القاضي من خلال 73 صفحة بطريقة ما فيها تفصيل كثير ولكن واضحة القرارات باستنادا إلى تحقيقات إن كانت عن طريق المحكمة أو عن طريق مجلس حق الإنسان أو عن طريق بعض المؤسسات الأممية الذي استند إليها القرار إضافة إلى ذلك بأنه في هذه الحالة إذا أمريكا أخذت حق نقدر بيته هذا يعني بأنه أمريكا كشفت عن وجهها الحقيقي بأنه لا تحترم حالها الكيان الصهيوني لا تحترم القانون الدول والوقف ولا قرارات من لا يعرف بأن أمريكا لها وجهان يعني وجه في العلن ووجه آخر لا تفصح عنه إلا لحلفائها ففي هذه الحالة ما الفائدة التي ستعود على الدول الداعمة للسلام وعلى الفلسطينيين كثير أهمها أن أمريكا يا سيدتي تدعي وتبيعنا الوهم وتبيعنا الكلام وتكيل بمكالين تريد وقت اطلاق النار مثلا المفروض يكون أن دائم ولكن تقول مشروط ومؤقت لفترة مؤقتة وأنت تذكر القرار الذي كان في رمضان في مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ أنه خلال شهر رمضان يجب أن تقف الحرب ودخول المساعدات مؤقتا وهذا ما لم يحصل على الإطلاق على مرأة أو مسمع العالم هذا الكلام أمريكا ترعى حقوق الإنسان حسب المثال ترعى الرأي والرأي الآخر وتقول دائما أننا مع القانون الدولي وأنه أكبر دولي في العالم اليوم كشف اللثام عن هذه الأكذوبي أمام مرأة أو مسمع العالم اليوم أمريكا تخوض معركة أو نتنياهو وضع بايدن وضع نفسه مع نتنياهو بمكان أو بقارب فضح أمام الجمهور الذي بعد أشهر سيكون هناك انتخابات ويسيكون صندوق اقتراع هذه أولا سيحاسبه على طريقة الصندوق الاختراعي إضافة إلى ذلك في القانون الدولي سيدتي يحاسب ليس فقط من يقوم بالفعل يحاسب دائما مرارا وتكرارا تحدث بهذا الموضوع الذي يحاسب بالقانون الدولي من يساعد على القيام بالفعل إما بمساعدته عسكريا أو ماديا أو حتى سياسيا أنت لما تغطي على جريمه عندما تقوم وتغطي على جرائم نتنياهو وتدافع عن نتنياهو وتقول بأنه لم يتجاوز قطوة الحمراء وتحاول أن تقول بأن محكمة العدل الدولي ليس من صلاحياتها وليس من صلاحيات الجنائة الدولية ويقوم مجلس النواب أو كثير من الكونغرس بالضغط بالغير مسبوك على محكمة الجنائة وعلى ما حكيت العدل من أجل تغيير هذا القرار أنا أعتقد ماذا يسمى هذا بالقانون الدولي وماذا يسمى بالأخلاق السياسية يسمى تدخل سافر وأنا أعتقد أمريكا تجاوزت هاي المسائل وهاي الأمور وفضحت الأمور بشكل واضح أفهم من ذلك أن أمريكا قد تتعرض للمسائلة هي الأخرى باعتبارها هي من ساعدت؟ أكيد سيدتي هذا لا لبس فيه لأنه في القانون الدولي يجب أن تتوفر نية كما تحدثه كثير في مجلس حقوق الإنسان وكما تحدث قائد المحكمة محكمة الجنائة الدولية ومحكمة العدل الدولية في القانون الدولي يجب أن توفر حاجتين أساسيتين النية والفعل النية سمعتها أنت مذيعة في محطة مرموقة وحطتكم من مشكورة نقلت كثير من الفيديوهات التي تحدثوا فيه الجيش جالان بن جفير نيتنياهو أنه سيذهب إلى رفح وسيحتل رفح ولا هدف سياسي أصلا أعطيه أنا بدي أفهم نفسي أفهم أنا إنسان فلسطيني كأنسان بحل السياس كأنسان في هذا العالم العربي والعالم أو ما هي الخطة التي وضعتها وضعها هذا الكيام من أجل غزة؟ ربما خطة غير معلومة يعني هي لم تنقح في تنفيذ الأهداف التي أعلنتها لكن هناك ربما هدف غير معلن يعني التهجير السيدي كان واضح أن هناك خطة وانتهزت فرصة السبع من أكتوبر لتنفذ كل هذا الهدف الرئيسي الهدف الرئيسي واضح بأنه هذا الاحتلال احتلال إحلالي عنصري نازي هذا الاحتلال يمارس الطارت هيد في الضفة الغربية وفي غزة وفي القدس هذا الاحتلال دائما إذا سمعنا في تقارير كثير بأنه يسعى بشكل كبير إلى قتل الشعب الفلسطيني ومارسه الحرب الإبادة الحقية والقرار الأخير الذي اتخذ في محكمة العدل الدولية لواضح ودليل وهؤلاء القضاء ليسوا فلسطينيين هذول من دول مختلفة هذول طبقوا القانون الدولي كما تبق على بعض الدول الأخرى لماذا لتزمت أمريكا بهذا القرار؟ ولماذا لم تلتزم بالقرار قرارات سابقة أقصد؟ ولماذا لا تلتزم بهذا القرار الذي يخص هذا الكيان الصهيوني لأنه هي هذا الطفل المدلل وهذا الابن المدلل عند هذا الكيان الأمريكي أنا ألفت نظرك بس هذا موضوع بسيط جدا وأذكرك في ما سبق في أول قرار اتخذته محكمة العدل الدولية أمريكا قامت مباشرة بقطع المساعدات للإنروا وقامت باتهامات باطلة أثبت أخيرا أن هذا الكلام غير صحيح بخصوص الأنروا وبعدت بعض الدول بعد ذلك تبعتها كثير من الدول الدول التي أنت تحدثت عن سؤال هام هل ستحاسب أمريكا لاحقا في القانون الدولي؟ نعم لماذا؟ لسبب أمريكا قدمت كل أشكال القتل كل أشكال الإرهاب بخصوص موضوع الأسلحة الذي قدمت إلى هذا الكيان هل هذا الاحتلال قدم شوكولاتة للشعب الفلسطيني مثلا؟ أو قدم كل آلات القتل الذي يندلها جبين البشرية قدم قتل الأطفال قتل النساء ضرب الجامعات ضرب المدارس في أسلحة من أين؟ أسلحة من أولانيا أسلحة من بريطانيا من أمريكا ربما تكون حجة أمريكا هنا أنها أعطت وأرسلت أيضا المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فهي أعطت بيد المساعدات وأعطت باليد الأخرى الأسلحة ليموتوا أين هذه المساعدات سيدتي والتغارير الدولية تقول تقول بشكل واضح أن الشعب الفلسطيني يتعرض بمجاعة الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى مساعدات الأمريكية الإنسانية الفلسطينيين طلبون تطبيق القانون الدولي بفلسطين وتحقيق المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين بناء على قرارات الأمم المتحدة التي تؤمن أصلا أمريكا مرارا وتكرارا تتحدث بأن نؤمن بحل الدولتين ولكن رؤية أمريكا تقول بأن نؤمن بحل الدولتين والإعطاء بدولة فلسطين ولكن عبارة عن يجب أن يكون هناك لقاءات ثنائية ويجب أن يكون بعدها يمكن اعتراف أنا لا أفهم ذلك هل يمكن بعد اعتراف 143 دولي وخلال الفترة الماضية تعترفت ثلاث دول نيروج وإسبانيا وإيرلندا في فلسطين وزاد الاعتراف إلى 147 دولي بعد الاعتراف السابق لمنظمة التحرير كدولة الفلسطينية أو لفلسطين على أرض 67 هل هذا الكلام يقنع طفلا صغيرا أصبحت الأمور مكشوفة هي مكشوفة واستنادا لما تقول يعني هناك تسريب متدول ليو آف جالانس يقول فيه إن الأمريكيين يعرفون جيدا إن إسرائيل لن تتحمل فكرة دولة فلسطين فبالتالي سواء سلطة حالية أو سلطة أخرى فبالتالي هو كاتفاق ضمني بين الحليفين ولكنها في الخارج يتنادي بحل الدولتين هذا سيدتي بشكل واضح بيع العرب وبيع الفلسطينيين الوهم أمريكا تبيعنا الوهم تبيعنا فقط الكلام المعسول عندما أتى أول مرة أول مرة بلينكين إلى المنطقة إلى هذا الكيان قال أنا أتيتكم كإسرائيلي بايدن نفس العملية كلهم اليوم ممارست هذا الاحتلال الممارسة التي قامها من حرب إبادة ضرب الأطفال والنساء والمستشفيات والجامعات والإسعاف واللغاة العالمية وضرب كل أشكال لاحظي عندما أتى جوتيريس إلى حدود المصرية الفلسطينية في رفح وتحدث مرتين أتى وتحدث بشكل واضح أنه يجد تطبيق قانون الدولي ويجب فتح معبر رفح ماذا فعلت أمريكا؟ قالت سوف نقوم بميناء عائم كذبا كل يوم تترامم قطعة في البحر هنا وهناك والهدف من هذا الميناء ليس إنسانيا حقيقة مبطن بجانب إنساني وأنا أتحدث وعندي ثقة أنه الأيام القليلة القادمة ستكشف أنه سيحول هذا المكان إلى وكأنه ميناء آمن أو مكان آمن للفلسطينيين لأنه يوجد فيه قوات أمريكا بأي حق أنتوا تتحدثوا لماذا لا تفتح معبر رفح؟ هذا المعبر الدولي شرياني الحياة بالنسبة للفلسطينيين لماذا تقوموا بدعم هذا الكيام باحتلال هذا المعبر ومعبر الفلسطينيين؟ لماذا؟ لماذا لا تنسحبوا يأمر الإسرائيين بالانسحاب ودخول المساعدات؟ هل سيوفر الميناء الذي كل يوم ترميه قطعة هنا وهناك المساعدة للشعب الفلسطيني؟ أنا أعتقد هذا الكلام رش الرماد بالعيون وهذا كذب ورياء لن ينطلي على الشعب الفلسطيني سيدتي الحل الأمثل والحل الحقيقي أولاً في تحقيق آمال وتموحات الشعب الفلسطيني بإحقاق تحقيق المصير وبناء الدولة الفلسطينية مستقلة وانسحاب الاحتلال وعودة اللاجئين هذا حق طبيعي هذا حق للشعب الفلسطيني لكي ليرتاح الشهداء والأسرى والجرح الذين قدموا كل الغالي والنفيس من أجل وصول إلى إحقاق الحق الفلسطيني اليوم أصبحت الأمور واضحة واضحة المعالم لا تحتاج إلى الغوص الكثير والأيام القادمة سيحرج هذا الاحتلال بظلمه وبقتله وبإرهابه أكثر وأكثر الأمريكيين الذين جلسوا جميعاً هم وبعض الدول الأوروبية الذين بدأوا أن يخرجوا من هذا القارب الذي وضعهم به نتنياهو من أن لا يحترموا القانون الدولي ولكن أمام شعوبهم في أوروبا وفي بعض الدول لا يستطيعوا على الإطلاق والدليل أن هناك خلال فترة وجيذي خلال أيام قليلة سوف يعقل اجتماع في الاتحاد الأوروبي لملاقشة تطبيق قانون أو قرار محكمة العدل الدولية أول أمس كان في اللقاء مع رئيس الفرنسي بعض وزراء الخارجي العرب وتمخذ عنه وتحدثوا بشكل واضح أنه يجب على دول الأوروبية تطبيق قانون وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية وسيتبعه لأنه للعلم فقط أنه محكمة العدل تحاكم دول ومحكمة جنات تحاكم أفراد الحل المزبوط والأمثل والذي يشفي قليلاً جروح الشعب الفلسطيني هو امتثال هؤلاء المجرمين القتل الذين مارسوا حرب الإبادة أن يكونوا في الجنات الدولية وأن يأخذوا الحق المشروع الذي أسناتوا هذه المحكمة ويعطوهم ما قاموا به من إجرام وقتل ضد الشعب الفلسطيني وضعت الفكرة شكراً جزيلاً ضيفي من لاهاي زيتيم الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح بهولندا شكراً جزيلاً على هذا التحليل شكراً جزيلاً